اشتركوا في القناة بداياته الى خواتيمه فبرافو عليك الجوزاء تقلبات بالرأي عند الجوزاء وهو مزاج الى اقصى الدرجات انتبهى كتير منيح لانه مزاجيتك ممكن تفوتك بالحيات فانتبهى كتير منيح لحسن سير الامور اليوم والى السرطان الرائع اليوم من حيث اضيقوا العملي ومن حيث اضيقوا داخل الاسرة فانت جامع الاسرة وهيكي عم تعطيهم من حنينك من طبيعتك الحلوي اليوم من بين الايام يلي تذكر بسجل حياتك وفعلا رح يكون عندك لقائت شيقة اجتماعية اليوم والى الاسد حلو كتير انه ما عم بتناور يلي بدك تقوله بتقوله بالفم الملقان شاء من شاء وابا من ابا منك خايف من رديت الفعل لانه هل قد اندى مدجج بالثقة بالنفس وبالشخصية الاوية فبرافو عليك العزراء ما تهدر ميلك ديما من قله للعزراء عزراء بيصرف 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 وبعدين بيجعب فيه انه صرف نحنا بدنا نقلك خبه ارشك الابيض ليومك الاسود خاصة بها الفترة المفصلية الميزان وقع الامور عم بيكون على الميزين تقيل يعني حتى لو خبرية عابرة او خبرية ما كتير الى اهمية هو عم بيخده على محمل الجد وبحس انه قف شي كتير منيح وشي كتير منيح انه يمكن ما يفوت فيها لانه بتسبب له هالزيت او بتسبب له خضات اليوم ما تكبر واتضخم الاشياء وكون واقعي اكثر والى العقرب يتطرك الى امور حياتية مهمة مع من يحب واليوم الشريك رح يكون شايفك ومش مصدق مثل ما بيقولوا لانه فعلا الامور اللي عم تضطرق له هي مهمة كتير وهي بتحدد ثانية العلاقة بين الطرفين نصل الى القوس لنقل له صباح الخير قديمك انهار مزهر وحلو ومشمس وهيدا انهار رح يضويلك على امور كتير حلوة رح تقطفه تباعا خلال هانهار ورح يكون عندك خلال ساعات المساء او بعض الظهر لقاء جميل وشيق جدا جدي بدنا نتحمل اكتر يعني مش ضغري بدنا نفوع يعني مش ضغري بدنا نكون بركين وبينطلق بدنا نتحمل اكتر وبدنا نطقل لغة الصبر لانه اللي بيصبر بيوصل ويالي ضغري بفوع ما بيوصل لمحل وإلى الدلو دلو خف الدم وهضامة وحيوية وقريب من القلب وهو قريب من القلوب والعقول على حد ينسوا بدنا نقل لك هنهار لك وبين الابراج 12 انت الاكتر جاذبية والاكتر حزن اليوم فحاول تستفيد من حيثيات هنهار وإلى الحوت ما بدنا نشتغل شي عحسب شي أو ننسى شي عحسب شي أو نعمل شي عحسب شي اليوم اليوم يعطي كل صاحب حق حقه دون أي خوف أو ريبة أو تراجع إلى الوراء وقور رأيك بكل صراحة نوصل لمولود اليوم لنقول هابي بيرز لكل اشخاص يلي خلقوا بمثل هنهار مولود اليوم بيحترم حاله بيحترم الاشخاص يلي عم بيتعاطى معهن بيضبط امور كتير مهمة على الصعيد العملي وهو شخص عملي بامتياز بتجي العيل بالمرتبة الأولى عنده مميز بطبعه مميز بأسلوبه العملي ومميز بيطعاته مع الآخرين تحياتنا لكل مواليد اليوم ينعاد عليكم المحطة الأخيرة مع لوريج لوريج اسم يعود إلى أصول أرمانية وبيعني العصفور الصغير والجميل لوريج عصفور بكل معنى الكلمة عند طيبة قلب لافتة وقلب طيب بساعة ألف محب لوريج هي صديقة وصدوقة عفوية زكية حركة بتزلل من قدام الآخرين العقبات قادرة توفق بين عملها وعالمها الخاص وهي مميزة بكل المقاييس تحياتنا لكل لوريج الطائر الجميل يلي عم تسمعنا هذا كل شيء أصدقائنا لليوم إلى اللقاء اشتركوا في القناة